اشتركوا في القناة جسد واتمثلك كوكب اصد لجروحك اتوهم اشوف ان كل جرح منك ثغر للدنيا يتبزم عجيبة تنذب احضاني عجيبة تنذب احضاني يا لن كل عين لك زمزم ولا عجب تنزف جروحك وانت الكل جرح بلزم دنيانا المشغوفة بحبك بيك اتغنت يا حسين مو بس العابس جنيته كلها انجنت يا حسين ابا الفضل الفواطم يوم نادا لو صحن له شفوه فبغير تقامن نعم صحن له ابو فاضل الى قبة وصحن له ضريح بقلب كالحر وابي يا ابا الفضل بالفضل فضلك تعدى حدى وبالخوة انت الاخو ما وصل خوتك حدى حدى وسيفك بتفكر بلا دم المناحر حدى يا صاحب المرجلة ويوم الشدايد يسر واليعتنيك بطلب ابو فاضل اللي اعتنيك بطلب مبخوت قلبه يسر والعدها مثلك اخو من قال تمشي بيسر وانت شفيه للضعن يوم الضعن حدى بوصلة اخرى وعود وعود احمد اليكم اخوتي اخواتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية عود لكم من جديد انتزعوا الكلمات لأقف ملبيا لسيدي ابو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه فالتلبية هي لهذا الاذان الذي نسمعه فقد لب المؤمنون لاذان الاربعين اشعر فوق الوصف فوق الوصف اول انك عزيز الله وصور تعدرب ونجاعد مختلف مختلف لو مات واحد بالدرب ويخلق لك بدالة الف لو مات واحد بالدرب يخلق لك بدالة اسمح لأمير دنشتك اسمح اسمح علش كثور يودك اسمح لأمير دنشتك علش كثور يودك والعندذ العرش مكين عدن عدان الاربعين والعندذ العرش مكين عدن عدان حييو حيّ على مزارة قد قامت الزيارة حيّ على مزارة سمّع العالم حيّ على مزارة قد قامت الزيارة حانت صلاة الزائرين حانت صلاة الزائرين حانت صلاة الزائرين حانت صلاة الزائرين قد ما نروح لك؟ رفعت رأس ألميرز ألميرز عاد الأشكنان خلّوا مواكب بالدرب خدّام نحسبهم نعم نحسبهم نعم والواقع هم السادة والأملاك بخيم هم خدم نصفهم غراف وجنّة عدن لا تعتقد نصفهم خيم نصفهم غراف جنّة عدن لا تعتقد نصفهم خيم وزّعوا كوتر للشرف وعلى الشمس دقّوا علم يا الله! وعلى الشمس دقّوا علم السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على زوار الحسين السلام على خدام الحسين السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم أجمل وأحلى وأزكى وأنما ترحيب في برنامج البوصلة هذا البرنامج الذي يحتوي على مجموعة من الفقرات الهادفة والمهمة والمتميزة نتعرف عليها إن شاء الله في هذه الثواني ومع زميلي الأستاذ علي السوداني حياكم الله وعظم الله أجوركم أستاذ علي حياك الله أستاذ يحيى الله يبارك بيكم حياكم الله مشاهدين الكرام حيا الله كل مشاهدي البوصلة في كل أقطاب الدنيا في أقطاب الدنيا وأقطارها وأمصارها نحن وإياكم في عالمية الزيارة واتساع الأرض لزوار الحسين صلى الله وسلم عليه لنا مؤدى إن شاء الله يؤدى في القابل من الوقت ألا وهو أن هناك عزاءات من عتبات متعددة صور متعددة للعزاء ألوان متعددة كلها تتحد في الهدف والموضوع ألا وهو خدمة الحسين صلى الله وسلم عليه لكنها تتنوع في قضايا قضية أسلوب العزاء وآلية العزاء وتتنوع حتى في تعاطي خدام العتبات مع عزاء سيد الشهداء فالبعيد عن كربلاء في ذاته حسرة الوصول إلى حرم كربلاء ونحن بخدمتهم بخدمة الخدام في العتبات المقدسة بخدمة الزوار الذين لم يصلوا وبخدمة المشاهدين أيضا أحسنتم أستاذ علي طبعا في كل حلقة لدينا مجموعة من الفقرات المهمة والمتنوعة لا بأس من تعريف بسيط على أهم الفقرات التي سنتناولها إن شاء الله في حلقة هذا اليوم وأنت ذكرت بالنسبة إلى العتبات المقدسة وهذه الجهود المستنفرة في خدمة سيد الشهداء سلام الله عليه وكما تعرف في كل عتبة مجموعة من الأقسام وفي كل قسم تخصص فالخدمات متنوعة بحسب التخصصات وحسب احتياج الزائرين الزائرين من داخل العراق ومن خارج العراق للصغار للكبار للنساء للرجال كل الجهود إن شاء الله هي جهود مثمرة وجهود واعية وجهود مثقفة وجهود خالصة لسيد الشهداء سلام الله عليه لا بس من تعريف بالفقرات تعلمون قبل أن أنوهي الفقرات أنه من باكرة انطلاقة هذا البرنامج مذكان فكرة عدة كورشة عمل في بغداد قبل المضي قدومنا إلى كربلاء تعلمون أن هناك كانت عمدية إلى إظهاري صور العتبات وخدامها على اعتبار أنها تغفل عند بعض القنوات الإعلامية ونحن كقناة كربلاء نعتقد بانتمائنا لكل العتبات ونعمل بهذا التكليف الشرعي والقانوني والواجب أن نكون بخدمة أي زائر وأي خادم في كل عتبة لسيد الشهداء فقرات هذا اليوم ملونة منوعة لدينا مشاهدين الكرام اتصالات وارتباط مع شخصيات مهمة في المنبر والخدمة الحسينية سأترك التعريف بها إلى وقتها لأنها إن شاء الله مفاجأة بإذن الله تبارك وتعالى ليس غريبا أن تكون هذه الشخصيات من خط الحسين صلى الله عليه لكن الإضافة التي ستكون في هذا البرنامج إن شاء الله تليقوا بكم وأنتم كعوائل قد افتتحتم عزاءكم هنا معنا عزاءا مع سيد الشهداء لدينا أيضا كثير من القصص والحكاية من جنوب العراق جنوب الكرم في حب الحسين ولدينا الكثير أيضا من الإطلالات على الأداءات المختلفة لخدمة الزوار إذن هناك جهود كبيرة أستاذ علي كانت فيه من فريق هذا البرنامج جهود لتحضير هذا البرنامج وفقرات هذا البرنامج البعض منهم ذهب إلى المحافظات والبعض منهم ذهب إلى المواكب وهذه الاستطلاعات الكبيرة والمهمة التي حقيقة خصصناها إلى هذا البرنامج نعم أستاذ علي إن شاء الله نحن طبعا لدينا أريد أن أشاهد معكم هذه اللقطات من المشات حتى أمهد لما سنريد أن نتكلم به من كلام مع أهل الأربعين مع زوار الأربعين نعم نشاهد وإياكم هذه اللقطات ونحلق عاليا كأي حمامة تريد أن تسلم على زوار الحسين صلى الله وسلامه عليه نحلق عاليا لنقول هذا هو الحسين صلى الله وسلامه عليه هذا الذي لا يوصف إلا بزواره هم الذين قدموا ما قدموا من أجل أن يكون الزوار هم زوار الحسين صلى الله وسلامه عليه نعم ها هي كربلاء من جديد تعود بزوارها ها هي كربلاء بهؤلاء المشات إلى المجد وأريد هنا أن أنوه إلى حديث كبير نفتتح به هذه الفقرة وهي حديث الأربعين هذا الحديث عظيم جدا منقول في أكثر من سند من الأسانيد المعتبرة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه أنه قال عن زوار الحسين عليه السلام إن زائره ليخرج من رحله فما يقع فيئه أي ظله على شيء إلا دعاله فإذا وقعت الشمس عليه أكلت ذنوبه كما تأكل النار الحطب وما تبقي الشمس الشمس عليه من ذنوبه شيئا صلى الله عليك يا أبا عبد الله وحديث الأربعين اليوم سيكون مع المنهج الإصلاحي لسيد الشهداء الذي اتخذه لإصلاح الأمة التي بدأت أودت متهالكة في أيام الطاغية معاوية لعنة الله عليه أحسنت كثيرا أستاذ علي طبعا من أهم المحاور هو منهجية الإصلاحية التي أسسها الإمام الحسين وقعد لها القواعد وركز لها الركائز وعمل عليها في حياته وفي يوم استشهاده وإلى الآن هذه المنهجية الرائعة هذه المنهجية الرصينة وطبعا الإمام الحسين سلام الله عليه قبل وفاة معاوية بعام عقد مؤتمر وكان هذا المؤتمر في مكة ودعا أصحابه ودعا الموالين ودعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا أهل بيته إلى حضور في هذا المؤتمر المهم بعد أن معاوية طبعا أظهر الفساد بأعلى نسبه والظلم الذي استشرى من قبل معاوية وزمر معاوية فالإمام الحسين أراد أن يكون ضد هذه النهضة وضد هذه الظاهرة الإفسادية وإفساد الدين ولذلك عقد هذا المؤتمر المهم وحضر فيه أكثر من 700 شخص في هذا المؤتمر تقريبا 500 كانوا 200 من الصحابة و500 من التابعين والإمام الحسين قدم فيه ما قدم وهنا يذكر سليم بن قيس قال أما كان قبل الموت قبل موت معاوية بسنة حجل حسين بن علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر فجمع الحسين بن هاشم ثم رجالهم ونساءهم ومواليهم ومن حج من الأنصار مما يعرفه الحسين عليه السلام وأهل بيته ثم أرسل رسلا ألا تدعون أحدا حج العام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعروفين بالصلاح والنسك إلا جمعوهم لي فاجتمع إليه بمنى أكثر من 700 رجل وهم في سرادقه عامتهم من التابعين ونحو من 200 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام فيهم خطيبا وقال أما بعد فإن هذا الطاغية على معاوية فإن هذا الطاغية قد فعل ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم اسمعوا مقالتي واكتبوا قولي ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم فمن أمنتم من الناس ووثقتم به فدعوهم إلى ما تعلمون من حقنا فإني أتخوف عفوا أن يدرس أن يموت هذا الأمر ويذهب الحق ويغلب والله متم نوره ولو كره المشركون وقال سليم عفوا أستاذ عليم وما ترك على الحسين عليه السلام وما ترك شيئا مما أنزله الله فيهم من القرآن إلا تلاه وفسره ولا شيئا مما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبيه وأخيه وأمه وفي نفسه وأهل بيته إلا رواه وكل ذلك يقول أصحابه اللهم نعم وقد سمعنا وشهدنا ويقول التابعي اللهم قد حدثني به من أثق به وأتمنه من الصحابة فقال أنشدكم الله إلا حدثتم به من تثقون به وبدينه هكذا فعل الحسين سلام الله عليه مع أصحابه في الوهلة الأولى كما ذكرت يركز هذه الركائز للنهضة الحسينية والثورة الحسينية والمنهجية الإصلاحية بعد أن معاوية استرق وأخذ الشباب بكذبه وبدعه وفتنه نعم أحسنتم تفضلتم كثيرا طبعا الشكر الجزيل لسيدنا الأستاذ سماحت السيد سامي البدري صاحب هذا المبحث أحسنت في مباحث الليالي العشر في عمره إن شاء الله لشهر محرم الحرام وقد تشرفت بلقياه قبل انطلاق هذا البرنامج في إحدى المناطق في بغداد بغداد الكاظمين واستأذنت منه أن أستل هذه المواضيع شراكة مع أستاذي وحبيبي وأخي الأستاذ يحياء الصحاف وها هي البواكير قد بدت لنكون وإياكم مؤطرين بالعقيدة الحقيقية القوية وبهذه الركائز مؤطرين هذا الزحف بفطرته السليمة وبعقيدته الصحيحة العقائد تتنوع وتتعدد والصورة مع الحسين واحدة مهما اختلف التعبير من هذا المبحث العالي وما جرى في كربلاء وما قبل كربلاء إلى صدى من أصدائي صوت الإصلاح إلى صدى من جنوب الكرم الهادر حبا للحسين إلى شخص أراد أن يقدم خدمة للحسين فاستأثر على نفسه حتى أن يظهر في ساعة من الزمن رغم عظمها على أن يقف مستقطعا ساعة من خدمته لسيد الشهداء القادم مدرسة جديدة من مدارس جنوب الألم والشهادة القادم مدرسة أخرى من مدارس المحبة والوفاء القادم هو شخصية مهمة جدا من شخصيات الخدمة وقف محتارا مع سيد الشهداء فوجد الدليل من سيد الشهداء وجد الدليل إذ كان كيف سيضيف زواره لا أريد أن أقدم كل ما في القصة فالقادم أبلغ من الوصف مرة أخرى إلى الجنوب وقصة خادم أراد أن يخدم فما وجد حيلة إلا التوسل وكانت حيلة جرعية مشروعة والهدية والحبية من سيد الإباء والكرم هلا بالزوار هلا بالزوار حياهم الله حياهم الله هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم زوار عبد الله حياهم الله حياهم الله هلا بيكم هلا بيهم هلا بيهم نحن نبدأ هنا بالخدمة الصبح ريوق عندنا والزوار القادمين من المحافظات المحافظات العراق كافة والأجانب اللي خارج القطر هم تجين لهم نحن سحاليا في البصرة البصرة قضاء المدينة ونبدأ نحضر وجبة الغداء من بعد وجبة الغداء من بعد الصلاة نبدأ نصب بالحسينية هنا هاي الموجودة حاليا حسينياتنا حسينية الحجرة الشاشة الإمارة نبدأ بها نصب الغداء من تي وجبة الغداء أنه بيقوم بوجبة العشاء تحضير وجبة العشاء شفت يبدل شفت الثاني يعني شفت الصباحي يرتاح يجي شفت الثاني يستلم من عنده شفت المسائل شفتها تنسوي على موضة للخدم للزوار وأنا نقلكم حادثة اللي صارت ويانا إحنا الخدمة أبو عبد الله وهذا الخير اللي صار عندنا إحنا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وأبو عبد الله أمام الحسين عليه السلام خابروننا أصدقائنا خابروننا قالوا وزوار جاينكم تقريباً خمسين نفر وأنا كانت حالتي يعني حالتي ضعيفة ما أقل لك أنا متمكن لهذه الشي كانت حالتي ضعيفة أشتغلت أنا عندي سيارة أشتغل بها يعل بالخط قراج يا دوب يعني ما شحال عائلتي خابروني علي عندي أخوان ثمين بشير وأمجد وياي خابرتهم لهذه الشي قلت لهم أخوة جايننا زوار لبو عبد الله الحسين عليه السلام بدي لي يجون وبيدي لي ما يجون لأن ما عندهم إمكانية لهذه الشي أقدم لهم حتى ما أكون أنا مقصر وياهم بالخدمة مالتهم قول مثل ما يقولون قلت الوالدتي وأخوة قلت لأخوان عشين نعتكم أنتم من المبلغ كل أحد لم ينا صانع عدنا مبلغ بسيط هو 350 ألف دينار عراقي تفقنا ويش زوار يجوننا تفقنا يجوننا الصباح بعد ناجي كان ما كويش يعني مسيروها نجي ناخدهم بسياراتنا ناخدهم المضيف العصر من بعد ما ينتين المسير مالتهم صار الصبح خذيت أنا وأخوي بحني للقصاب مال اللحم نجيب لحم نجيب لهم المفرين يعني موكبهم عام رح تلبوا اللحم بجي بس 350 ألف دينار عراقي والله كمنا اللحم وهاي قلت لأخوي أنا كاني من وراء الـ 40 يالله نطيك الفلوس قال أخوانا ما أقال لك على فلوس يعني واحد قال أنا ما نطيك الفلوس خلينا وجينا نحن طاني اللحم جبته بقى 350 عندي جيت لبوا المواد الغذائية هم نفس الصيغة قلت لأخوي يصيري عني بشير قال أنا قال لكم على فلوس عمي يخذوهن وروحن ضلنا 350 على حطتهم جينا لبوا الخضارة هنا موجود عاليا يخروح لبوا الخضارة رحنا لبوا الخضارة نطينا كمنا نخضر هاي السيارة كمنا العشاء جبنا هنو جينا نطينا بقى عندي 150 ألف دينار عراقي جينا ما يفارق تقريبا ما يقارب تقريبا بالمئةين 250 نفر بالمضيف كمنا لهم العشاء والحمد لله والشكر ومشيئت المربقة عندي 150 دينار عراقي يعني من عندها والله سبحانه وتعالى والإمام الحسين والسلام فتح أب وجهنا عندنا خير من الله عندي ميجون ألف من ثلاثة ألاف أعزبهم أناسة حاليا نحمد الله ونشكرا ببركاته إمام الحسين عليه السلام وأدعو أخواننا كل يعني كل تتمسك في هذا الطريق وهو طريق خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام أنا شف الطريق الإمام الحسين السلام يعني نفتح لي باب رزق نفتح لي نور يعني خلاني أنجد بالهالي الشي يعني يعني إذا ما يوم من الأيام ما عندي زوار أنا أظلا يبتي من يعلمك على الخدمة؟ والله هي فطرة وأهنة قبلنا كانوا أهمة يعني للزوار ولمون الزوار والمجالس الحسينية اللي موجودة بالمنطقة وإحنا يعني تربوين على هذا الشي مجالس الحسينية وهي المجالس الحسينية هي انطلقت بهذا الشي خلتنا نعم عدنا نعم عدنا وكان قبل عشر دقائق أو خمس دقائق كان عدنا الشيخ شيخ حيدر الإمارة هو كان حاضر اللي بالمجلس العزاء حقيقة مو ابتداءا وابتدارا هاي السنة خدمنا أو العام خدمنا وإنما ورثنا خدمة سيد الشهداء سلام الله عليه أبن عن جد من مئات السنين وشوف أنت اليوم مو فقط تقديم الطعام أو الشراب أو إنه فقط الزائر يسلم لا وإنما وجبات الطعام موجودة باستمرار أوقات الصلاة أغلب الأحيان أكو صلاة جماعة أيضا في خط الإمام الحسين يوميا على ثلاث وجبات كذلك العزاء والتوعية والإرشاد من خلال منبر أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام والله يضمسي فعله سعدا يا يا أي عمي لقد جل يزين نعم أستاذ علي هذه هي سفينة الحسين التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى الخدمة نوعت وهذه القصص طبعا شكر خاص الكادر الجميل الذي يلتقط لنا هذه الصور المعبرة عن الخدمة الحسينية الخالصة وعن هذا العشق الحسيني وهذا النماء وهذا الزهاء الذي يحصل عند خدمة الحسين وهذا الرقي في أخلاقهم في إنسانيتهم في دينهم وينعكس على جميع تصرفاتهم فنصر الله سبحانه وتعالى أيديم عليهم هذه الخدمة فقط أريد الإشارة إلى أنه القصة نرجس هذه الطفلة نعم حققت يعني ملايين المشاهدات وعشرات الآلاف من المشاركات ومئات عمليات إعادة مونتاج نفق يعني أمزجة وأذواق فنية أخرى والكثير من الشخصيات بدأوا يشاركونها وبدأوا يشيرون إليها وكل له تعبيره الخاص يعني أنا شخصيا كثير من الرسالة تتني من العراقي ومن خارج العراق ومن كثير من البلدان حتى بعض أصدقائي من إيران لا يتقنون العربية إلى حد معين لكنهم من مشاهدي قناة كربلاء الفضائية من محبيها لأكثر من سبب بدأوا يتفاعلون مع هذه القصة ويسعلون لما هذه القصة وهذا الشكر أولاً لمولاي صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف وللأخوة الأفاضل الحاج رسول وبقية الأخوة الذين ذهبوا في فريق إلى الجنوب واستحصلوا واستلوا هذه الاستلالات لو صح التعبير كما يعبر أهل العلم من هذا السفر العظيم سفر الجنوب أحسنت طبعاً هي الخدمة تنوعت ومن الخدمات المميزة والبارزة والمؤثرة جداً التي خلدت مصيبة الإمام الحسين وقضية الإمام الحسين وأهداف نهضة الإمام الحسين هو الصوت هذا الصوت الذي من خلاله تجسدت أروع الصور وهي مساحتك 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 إن شاء الله هذه النبرات الرائعة النبرات الجميلة النبرات الشجية النبرات التي أثرت في نفوس الكثير من عشاق الحسين سلام الله عليه نبرات رائعة نبرات هادفة نبرات أنيقة ونبرات ممتلئة بالحزن الجنوبي والحزن الحسيني رحبوا معي أيها الأحبة برادودنا الحسيني القدير والمتمكن الملع عمار الكناني الحاج ملع عمار حياكم الله حجينا العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ القدير أستاذ يحيا حياكم ورحمة الله أجوركم ولكل الكادر الموقر في قناتكم الموقر حياكم الله حياكم الله حاج الله يبارك بك وفقك بحق سيد الشهداء سلمكم الله ورعاكم وأيدكم وسجدكم شكرا لكم ولهذه الناخذة المهمة وهذه الناخذة المنيرة الله الله يبارك بك ويبارك في عمرك وشكرا لك على هذا الحضور المبارك ونحن نشكرك حقيقة نيابة عن جميع خدمة الحسين وعن جميع المتذوقين لما تقدمه من فن حسيني جميل أصيل رائع متماسك فدمت ودام صوتك إن شاء الله وبقيت هذه النبرات إن شاء الله خالدة إن شاء الله في أذهان كل العاشقين للحسين عليه السلام جزاك الله خير أستاذ يا أخي أستاذ القدير رضي الله ونشهد وشكرا لك لهذه الكلمات التي لا اتحق حقيقتهم فأنت أستاذنا أنت من اتحق هذه الكلمات أنت من يرشدنا بالمعلومات أنت من يرشدنا إلى طريق الخدمة الأليقة كما تعبر عنها الله يجينا في عقل الله يبارك حجينا العزيز ملّا عمار طبعا دور المنشد دور الرادود وهدف الرسالة هدف كبير وهناك رسالة مهمة ومميزة تقع على عاتقه كيف تنظر إلى هذه الرسالة كيف تقدم المواد المهمة في هذه الرسالة ما هي الركائز التي تعتمدها في أدائك لهذه الرسالة تفضلوا نعم أستاذ يحيي أستاذ القدر أنت كون تعلم أن موضوع الإنشاء الديني هو موضوع له جذور كبيرة وله جذور واسعة انتد من أهل البي صلوات الله وسلامه عليهم أمكد من من عداء الإمام بين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وانتهاء بآخر المعصومين الإمام الحج من حسن الذي يقول سأبكي أن عليك بدل الدموع دمعا ولا أنت بني صباحا ومساء أهل البيت صلوات الله عليه كانوا يهتمون بهذا الجانب المهم هو جانب الرسال وجانب العزاء وكانوا يسمعون العزاءات في بيوتهم وورد عن بعض المعصومين أنهم كانوا كان الإمام صلوات الله عليه الإمام الرضاء يحذر رضيعا ويقول هذا ما جرى على رضيح صلوات الله وسلامه عليه فهذه هي امتداد لما أراده المحصومين عليه وسلام في إبقاء هذه الشعلة وهذه المصيبة متأججة في نفوس المؤمنين وفي نفوس سعة الحسين عليه السلام كما قال النبي صلوات الله عليه وآله وسلم أن الولدي الحسين حرار في طلوب المؤمنين لا تبرز إلى يوم القيامة هذه القصائد وهذا الدور المهم الذي يقيمه المؤدون لهذه القصائد الحسينية هو دور مهم ترسيخ العقيدة هو دور مهم في إبقاء هذه الشعلة من خلال هذه القصائد ومن خلال هذه الغتاء وكنت في محظر أحد المراجع الإيران في يوم من الأيام رحمة الله على روحي الصاهرة سيد محمد سعيد الحكيم رحمة الله عليه فكان يقول لي أنني بحثت في الروايات وبحثت في الكتب فلم أجد أن احنا البي صلوات الله وسلامه عليهم يؤكدون على غير الرساء والدمعة والحزن واللوعة والجزع في قصائد في قصائد الرساء حقيقة وهذه إشارة جدا مهمة على كل المؤدين على كل المشهدين على كل الرواديد أن يهتمون بهذا الجانب المهم جانب الجانب العاطفي إضافة إلى الجانب التوعوي والقرافة إلى الجانب التوعوي الذي تؤدي هذه القصائد حاج هذا التنوع في الأداء بين مجموعة من القصائد وهناك ذائقة في كل قصيدة يعني مشتاقة يا هل تختلف عن بيبانك ما تنسى تحاشه وفي كل هناك ذائقة إلا ما تعزوها عدا أسباب التوفيق الذاتية التي هي اتكالك على الله واعتمادك على تطوير الذات لخدمة لمحمد وآلي محمد ما هو سر التوفيق بحسب تصورك جناب الحاجم أنا إذا ما يخني ما يخني استمع هل ما عايز أستاذ عائل السوداني خادم خادم لتراب رجزي حج الله يبارك أكرم بهذا الخادم المخلص الطيب النبي يا شيخنا العديد حقيقة أنا لم أشهادت في الفات ولكنني من خلال الهاتف أستمعكم وأستمعوا إلى أطواتكم المباركة طالبك بهدية إن شاء الله طالبك هدية لو دجلاشة لو محبس لو إن شاء الله يا حبيب يا حبيب يتدلل يتدلل انتويا يتدلل يا حبيب الغالي حبيب ملا طالب علي الشيخ العزيز أنت تعلم أن هذا الجانب جانب جانب الأداء وجانب الخطاءات هو يحتاج إلى جنبتين مهمتين وهو جانب التوفيق من الله تبارك وتعالى وجانب إتخان العمل فتوفيق بدون إتخان العمل قد يكون فيه نوع من من البروز وإتخان عمل بجنبتين فيه أيضا ملا من الروحية نعم ملا عمار أنا أعتذر عن مقاطعتك حبيبي الوقت نحن جدا محددين بي والله كلامك أروع من الرائع جميل ولكن نحن نحب أن نستمع لك بشكل مباشر وعبر قناة كربلا وفي برنامج البوصلة نستمع منك بعض اللمسات الجمالية الفنية بصوتك الجميل ماذا تنشي يا حسين يا حسين بيض الله والشك أستغل هذا الدقائق وأقول ما عندي عريف بالقبر إلا انت جابتني إليك منذر نيدر ما عندي عريف بالقبر إلا انت جابتني إليك منذر نيدر اليوم أمشي لك وأدري الله الله تمشي باشر القبر يا حسين يا حسين يا حسين شكرا شكرا جزيلا للحاجم لعمار التناني على هذه الإفاظات الطيبة الإفاظات المباركة الله يديم عليك نعمك هذا الصوت الجميل وهذا الإحساس الرائع وهذا التوفيق إن شاء الله توفيق دائم شكرا حاز شكرا جزيلا لك يا حبيبي شكرا عند السلطان علي بن مسرد إن شاء الله أحسن أحسن شيخ إن شاء الله شكرا شكرا نعم ساذ علي هو الشيب الخضيب وينطقه مرة أخرى عجيب أبو بنين أبو بنين بهذا الروح الصوت فيه لمسات حقيقة فيه لمسات حسينية فيه إلى هذه اللمسات الشجية المعبرة عن واقعة الطف وألم الطف نذهب إلى الشيب الخضيب عندما ينطقه على لساني الزوار يا أبا عبد الله السلام على الشيب الخضيب السلام على الشيب الخضيب يا أبا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وزوار الحسين والذين يسيرون على محتقد الحسين ورحمة الله وبركاته السلام على الشيب الخضير السلام على الخد التريد السلام على الشفاه اللابلاء السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام على سيد شباب أهل الجنة أهلاً وسهلاً السلام على الشيب الخضير السلام على الحسين الشهيد السلام على الشيب الخضير السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الأحرام السلام على سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك أيضاً مظلوم السلام على الشيب الخضير السلام عليك يا أهل الجنة السلام عليك يا أهل الجنة أحسنت أكثر تنوعاً يعني الآن نريد أن نشاهد مع المشاهد الكريم هذه القصة القصيرة في وقتها ولكنها الكبيرة في معناها ومغزاها وفي عطائها هذه القصة التي فيها التضحية وفيها الفداء وفيها الصمود وفيها الثبات على خدمة سيد الشهداء وهذا التوكل على الله واليقين في الله وفي أهل البيت سلام الله عليهم دعنا نشاهد سوية أيها الأحبة هذه القصة المعبرة لخادم من خدام الإمام الحسين أرزقني خدمتك أرزقني حرقتك أرزقني كل وقت ألطم إليك وكش المصارب أتمنى في هذه السنة تكون والدتي موجودة وياي وخالي كذلك فقدناها بالسنة السابقة والدتي فقدناها بالسنة القبلها وأتمنى يعني يخدمون وياي والدتي وعائلتي كذلك حادث دهس العام حدث في محرم العام الحادث عبره إلى مجلس الإمام العباس عليه السلام وصار الحادث فقدت تسعة من عائلتي والدتي الله يرحمها وزوجتي وجهالها تنيا وبت أختي وبت أخويا وخالتي وعمتي وبت من خالي الحمد لله والشكر موكب يعني بقى موجود والحمد لله والشكر ولكن تبقى غصة في القلب يعني فقدان الوالدة فقدان الأهل فهذا شيء مهيين صعب ما التضحيات من الإمام الحسين وتضحيات الإمام الحسين تسع نفرات من عائلت أستاذ علي في طريق الحسين وبقي في خدمة الإمام الحسين وفرح وسعيد في تواصله في هذه الخدمة هذه التضحيات المستمدة من يوم عاشورة من تضحيات الإمام الحسين كيف تعبر عنها؟ ماذا يجده في صدري؟ المشكلة أن مهما على فكر الإنسان لن يصل بكلماته المنمقة إلى هذه الفطرة السليمة العظيم ومهما كان الإنسان راقي ويدخل دروس ومعاهد ودورات أديب فصيح عندما ينطق القلب تسكت بقية الجوارح تسكت تخرس صمت مطبق على بقية الجوارح هذه التضحيات مثال حي البعض ينعق ويتشدق في بعض الأحيان يقول لماذا الإمام الحسين عليه السلام قدم ما قدم المعركة معه لماذا قدم عياله بل أن هناك البعض حتى يتشدق بسوء أدب في حضرة سيد الشهداء والفداء هذا مثال مثال لمن عقيدته مرتبط الحسين الأخي ناش منتظر كاميرا منتظر تصوير منتظر كاميرا الحسين هنا عنده هدف دنيوي أبدا حتى وإن كان عنده هدف دنيوي في بيان التضحية والثبات فهذا هدف دنيوي عظيم ولذلك يقول الشاعر مهدي جناح الكاظم الإمام الحسين قل ما تشاء فقولك التنزيل فقولك التنزيل ودم جرى من نحرك التأويل ومن خلال هذه الأبيات نذهب إلى ساحة من العطاء إلى ساحة ممتلئة بالإبداع إلى التأريخ إلى الأصالة إلى الجمال إلى تلك النبرات التي تعودنا أن نستمع إليها إلى تحيرني وتذكرني إلى أحرم الحجاج على الذاتهم بعض الشهور مع المدرسة الكبيرة مع خادم الحسين الحاج مل جليل الكربلائي حياكم الله أيها الخادم الأصيل أبو محسن السلام عليكم حبيبي أستاذ يحية وعزيزي أستاذ سوداني أستاذ سوداني الله يبارك بيك السلام عليكم أستاذ الله وبركاته أعمال الله لكم الأجر ولكم الأجر والتواب هنيئا لكم هنيئا لكم الله يبارك بك شكراً إليك يا ملاتنا العزيز الطيب نحن نستثمر وجودك ويانا عبر الاتصال وبهذه النفحات الجميلة المباركة مل جليل الرسالة التي تحب أن تقدمها من خلال أدائك على منبر سيد الشهداء وارتقائك لهذا المنبر وهذه الهيبة والرهبة والعظمة ماذا تقدم من هدف؟ ومن رسالة طبعاً أنا أنت أستاذ وعزيزنا الله يبارك بكم الله يديمك خادمكم الشيء الذي أريد أن أقول بهذه المناسبة وهذه الأيام أنه الحمد لله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لخدمة الحسين سلام الله على سيد الشهداء حسين هذه شرف عظيم جداً جداً لا يناله إلا دو حق عظيم وهنيئاً لكم الله يبارك بكم الله يهنيك الذي ضروري أن أقولها هذه الأيام الأربعين والزيارة وهذا الانسحام وهذه الناس اللي الآن كل واحد تدري يجي للحسين وهو محمل يعني أشكال وألوان من الحوائج ورأس كله الحوائج وظهور المولى صاحب السماس أحسنت الله تعجيل في برج المولى نحن نريد مع هذه العبرة هذا الصوت ومع هذا الحضور القلبي نستمع منك بعض الأبيات الجميلة بصوتك الآن في برنامج البوصلة وعلى شاشة قناتك وصواتك راح تكون تعليق على هؤلاء الزوار إكمال لهذه الصورة الجميلة مولاي إن شاء الله إن شاء الله طبعاً أنا ذكرت أنت أحرم الحجاج وإن أحرمنا فاتبيت بيت وهذا هو المأمول والذي يحجون الآن هذا الصوت بالشريف كعبة الأحرار هو الحسين السلام الله عليك أحرم الحجاج وعلى أساسهم بعض الشهور الله وأنا المحرم عن لذاته كلاته الله 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 أيف لا أحرم داباً ناحراً هدياً سرور وأنا في ما أشعر الحزن على روس الحبيب يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين ضمني عينك يا جدا غطي هذا الضريع الله علني يا جدا من بلوى زماني أسريع الله يا أبو محسن الله ضمني يا جدا من فرطي أسا كل فسير فسير أسا كل فسير جد الصاف العائم بعدك بالإكدار الشيء بعدك بين البكتين أحسنت يا ملة أحسنت الله يبارك بك ملة العزيز ملة جليل شكراً لهذا الحضور شكراً لهذه النفحات الجميلة شكراً لهذه الأحاسيس والمشاعر الحسينية الشجية الرائعة الله يدلنا هذا الصوت شكراً يا طيب تفضلت كثيراً لحياتي لكم ولكل دوار الحسين وأسأل من الله إن شاء الله سالمين غانمين شكراً لحوائج مقضية كلهم يرجعون إلى أوطانهم سالمين غانمين بحفة الزهراء اللهم أمين شكراً جزيلاً شكراً شكراً نعم أستاذ علي نفو نوراً لقبري آية الله الشيخ حسن الدمستان شاعر هذه القصيدة أحرام الحجاج أسفاً وصلنا إلى الختام والله مع هذه النحفحات الحسينية الرائعة مع هذه التجليات العظيمة المباركة مع أنفاس الزائرين مع هذه الخطوات المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يقضي حوائج الجميع ويشافي مرضى الجميع بحق محمد وآل محمد وجعلنا جميعاً إن شاء الله تعطى خيمة الحسين وفي خدمة الحسين ومن المخلصين إن شاء الله لخدمة سيد الشهداء نعم، الله يرحم موتاكم الله محمد وآل محمد وآل محمد نحسي أن يسمعني يا موتي منعني نحسي أن يسمعني حسر 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 حقوتي آه روحي كمي آني قلبي كل عضاي جسمي والبدل حسر 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 ح المشا يجي تسينا ببعب فاس واسيق اواسم البنين الفاهرة واسينا عزيق والخيرة تدفعني وحجي اني اسمحني بتحاولوا يا ايه ما تبصر قراري اشي للعشوف موتك انتظاري بتحاولوا يا ايه ما تبصر قراري اشي للعشوف موتك انتظاري يا مواقف نعلي وحسي ان يسمعني يا مواقف نعلي وحسي ان يسمعني عزي 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 راب